اكد صعادة النائب احمد الانصار رئيس لجنة الصداقة البحرينية الفرنسية عمق العلاقات الوطيدة والتعاون المشترك في مختلف المجالات التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية فرنسا الصديقة بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وفخامة رئيس جمهورية فرنسا الصديقة وفي ظل التعاون الفاعل بين حكومتي وشعبي البلدين الصديقين وأشاد الانصار بالعلاقات البحرينية الفرنسية التي تستند على أسس راسخة من العمل المشترك والسعي لتعزيزها نحو آفاق أرحب جاء ذلك خلال الاجتماع البرلماني الرسمي الذي عقد أمس في باريس على هامش زيارة رسمية للجنة الصداقة البرلمانية حيث تم التأكيد خلاله على تعزيز التعاون البرلماني في المحافل الإقليمية والدولية من جانبها أعربت سعادة النائب بياتري سبيرو رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية البحرينية الفرنسية بالمجلس الوطني الفرنسي أشادت بعمق العلاقات الوثيقة والتعاون المتميز بين الجانبين مشيرة أن العلاقات المشتركة تعد نموذج مميزا في العلاقات الثنائية وأشادت بما حققته مملكة البحرين من نسيرة تنموية شاملة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وحرص القيادتين في البلدين على تعزيز التعاون المشترك والدعم البرلماني للمشاريع الاستثمارية والاقتصادية وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية كنا اليوم في اجتماع مشترك مع لجنة الصداق الفرنسية البحرينية بالمجلس الوطني الفرنسي وقد اجتمل هذا الاجتماع على العديد من الملفات المشتركة والدعم بالعلاقات الثنائية بين البرلمان البحريني والبرلمان الفرنسي وقد شارك جميع النواب بمقترحات ومواضيع هامة تهم الجميع وتهم الطرفين ناقشنا أمور الحقوق الإنسان والاقتصاد وفرص الاستثمار البحرين وكان هناك لقاء مع وفق من النواب في جلسة مجلس النواب اليوم حفرنا اجتماع تنسيقي مشترك ونأمل ان تم اوقي هذه الاجتماعات اتم خير مشهورة